ومن باريس ينضم إلينا مرسل غد أحمد كيلاني أحمد ما هي صورة السبت العشرين في باريس هل اختلفت عن الأسابيع الماضية وكيف هو الانتشار الأمني خاصة في المدن الأخرى الفرنسية نعم بشكل عام يمكن القول للأسبوع الثاني على التوالي نجحت السلطات الفرنسية بإعادة فرض الأمن والهدوء خلال هذه التظاهرات التظاهرة التي انطلقت قبل ثلاث ساعات من محطة قطارات باريس كاردوليست بدأت تصل الآن إلى حيث نحن نقف هنا في ساحة تروكاديرو العديد من المتظاهرين بدأوا يصلوا إلى هنا هذه التظاهرة انطلقت عند الساعة الواحدة ونصف توقيت باريس وسارت بالعديد من المناطق الفرنسية بشكل هادئ وسلمي لم يكن هناك مواجهات كبيرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة في هذه التظاهرة اليوم وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت بيانا قبل عشر دقائق ذكرت فيه بأن أعداد المتظاهرين وصلت إلى خمسة ألاف وستمائة متظاهر حتى الساعة الثانية ظهرا في جميع أنحاء فرنسا منهم 1800 متظاهر في باريس فقط أود الإشارة هنا إلى أن السلطرات الصفراء خلال هذا الأسبوع تقدمت بطلب من أجل عودة التظاهرات إلى جدة الشانزيليزي ولكن السلطات الفرنسية رفضت رفضا قاطعا عودة هذه التظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي تمنع هذه التظاهرات في منطقة الشانزيليزي وعند ساحة الإتوال وحول المقرات المؤسسات الحكومية كالبرلمان الفرنسي وقصر الإليزي أيضا عشية هذه التظاهرات تعرض الناشط الباريس بالسلطرات الصفراء إيريك دروي إلى فرض غرامة مالية بقيمة 1500 يورو بسبب تنظيمه لتظاهرات غير مرخصة يوم أمس فرضت إحدى المحاكم الفرنسية غرامة بمقدار 1500 يورو أيضا إيريك دروي سوف يكون له محاكمة ثانية في شهر يونيو المقبل بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة أثناء التظاهرات حتى الآن يمكن القول بشكل عام في باريس التظاهرات هادئة وسلمية ولكن تجدر إشارة هنا إلى أن مدينة بوردو تشهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وبين قوات الأمن عميد مدينة بوردو كان قد حذر منذ يوم أمس من وجود عناصر متطرفة بين المتظاهرين ودع سكان مدينة بوردو إلى الالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلى الشوارع في هذه التظاهرات شكرا جزيلا لك أحمد كيلاني مرسل غد كنت معنا من باريس عبر سكايب